اشتركوا في القناة بالنسبة لكم ما هو القضية المجتمعية التي شاءت لكم هالأيام نبدأ مع مايد القضية المجتمعية والله أنا أشوف غلاء المهور قضية قضية يعني فعلا لليوم رغم أنه يعني سعوا الحكومات وقيادتنا الرشيدة بتوفير الحلول إلا أن سبحان الله في ناس مبرضة تقتنع بالقليل ولا راضة تقتنع بأن أقلهن مهرا أكثرهن باركة فهذه القضية بالضبط نعم وبالنسبة لك فيصل شو القضية اللي تحسنها يشاغلت لك هالأيام أيد مايد أيد نعم في الكلام هذا بس الحمد لله أنا في ناس عدها مورة يعني تقدر تيسر مورها ويحصلوا مثلا دعم من أهاليهم فيتوفقون ويأخذون نصيفهم لكن في بعض الناس مثلا ماعدهم من مقدرة المالية لكن يبون يعني يبون يتخلون في هال المجال هذا لكن لكن ماعدهم من قدرة المالية نعم فما يقدرون يوصلون أكيد فنحن دائما ننصح المشاهدين وتابعون أنهم يكونون حريصين في تحديد المهور لأن كثير من الشباب حابين أنهم يدخلون ويتزوجون لكن هذا الموضوع يمكن أن يكون سبب أوعاء أقلهم جميل طبعا نحن في كل حلقة مشاهدينا راح نطرح قضية مثل ما قلنا لكم في تقرير مع الوالد خميس والوالد جمعة خلونا نطلع هذا التقرير ونرجعنا بعد داخل كميليونة أخميس تعبنا يا فوق تعبنا أسميك عذبتنا عذبتنا يعني يمع في هذا المول يالسين اللفة مشرق مغرب مشرق مغرب ونتم مكان عيزتنا هذا اللي يصير هو قوير التحت هذا الففت فت شو سقيت اسمه لفت هذا لفت يسموني لفت لفت وانت ما شفت أسمينا عقب هذا التعب هذا يبالي نعم أسير لعمرة والله زي زي ما تفعل بارك الله فيك تتوكل على الله ماك لا أتوكل على الله ما قلت برابعك وأنا أخوك وإياك بزير ها أنا يا ابوك مشغول إلا مني العماء مني القهرب مني الخدام التباويز مني يعني تتوكل وأنا شاء الله بيك بيك ها 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 هذه الشغلة يا ما أقول لك يا ابوك ها ها شو مستوي هذا بارك الله فيك بالتعلمة على الواتساب إلا تعال إلا سير السوق إلا تعال من السوق ها وأنا على الحالة هذه يا ابوك هذا بيتك وعيالك وهلك وعيال عيالك وملزوم فيهم وإما خطت لهم أنت من هو بيأخذ لهم الغريب؟ يا ابوك طلباتهم واحد لكن طلبات ما تخلص إلا سوق الذهب إلا سوق اللحم إلا سوق هذا وأنا بيال بروح متقاعد زين عيالك بسير خضلهم يا ابوك بالاستري بارك الله فيك وأنا ما أنه مانع وأنا أقول مبكل يوم مبحلاوة بارك الله فيك بوي أنت خض راحتك لي وأنا بسير من العيال تقول لي أن أهلي موجودة راعة بسير الحق عليها وزين أنا بعد أبسير أخذ ماتي لألبي يلا أمره أمره زينة سالة سعد ودعي لنا في الأمره إن شاء الله من بعد ما شفنا معكم مشاهدينا هذا التقرير واستمتعنا مع الوالد خميس والوالد يمع أيضا نحن مجهزين لكم تقرير آخر طبعا أعلن صاحب السمو الشيخ ليفة بن زايد آلن هيان رئيس الدولة أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون شعاره عام الخير دعما لهذا الفكر مشاهدينا جهزنا فريق العمل تقرير خاص خلونا نتوفه نوع جديد من المبادرات الخيرية في عام الخير فكرة المبتكرة في الإحسان والخير أبدعها أصحاب مطعم ثلاثة فلوس الإماراتيين والذين عملوا على استضافة العمال في مطعمهم الراقي ذلك أنهم لم يريدوا طعام هؤلاء العمال وإشباعهم وحسب بل حرصوا على جعلهم يأكلون ويستمتعون بسحر المكان الذين يجلسون فيه فلذلك عملوا على جلبهم إلى المطعم وقاموا بخدمتهم بأنفسهم ارتقينا نحن كفريق مطعم ثيفلس نحن نطلع بأفكار مبتكرة ونبدأ نطبق شهريا بعض الأفكار أحد الأفكار اللي فكرنا فيها أن الكثير يطلع بفكرة يوزع بعض الأكل في مناطق العمال نحن اليوم قلنا بنطلع بفكرة مختلفة بما أن عندنا مطعم نستدعي أو ندعو العمال إلى مطعمنا ونخليهم يعيشوا الجو اللي يمكن في يوم الأيام صعب أنهم يعيشوه وعملناهم كأفضل أو كزبون مهم جدا بالنسبة لنا أصحاب المطعم قاموا بهذه المبادرة استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وشعورا منهم بأهمية ما تقدمه الأيدي العاملة من خدمة للمجتمع والدولة لذلك حرصوا على إكرامهم واستضافتهم في مطعمهم طبعا رسالتنا للقطاع الخاص أن يشاركون في عام الخير كلنا في اختصاصة فنحن كمطعم ثريفلس شاركنا أن يبنى العمال فالمطعم يعيشون التجربة هاي اللي ما كانوا يحلمون أن يعيشون فيها فنحن نتمنى من جميع المؤسسات الخاصة أن يحذون هالخطو في عام الخير وإشاركون في رسالة للمجتمع طبعا هاي المبادرة كانت مبادرة الأولى وإن شاء الله بتكون في مبادرات ثانية مفاجئة فيها المجتمع بتكون إن شاء الله في الأشهر اليائية مبادرة خيرية تتبعها مبادرات أخرى خلال هذا العام وكلها من الأفكار التي تبدع في الإحسان والعطاء شفنا معاكم مايد وفيصل هذا التقرير اللي كان في نوع من التطوع نحن دايما ننصح مشاهدين أنهم يهتمون في مجال التطوع ويدخلون في الأعمال الإنسانية يعني الواحد اللي عنده وقت فراغ يقضي في شيء ممكن أنه يفيده وشيء يكسب عليه الأجر والثواب شو يمثل لكم هذا الأمر ولا أي مدى أنتم مهتمين بمجال التطوع مجال التطوع بالنسبة لي أول شي خلنا نقول هذا مجال إنساني أكثر مما هو أي شيء ثاني الحين صارت تطوع طبعا الحمد لله في عام الخير هو متطلب سواء للكليات أو أحيانا حتى في مجال الوظيفة لكن بالنسبة لي هذا راح يبني منك شخصية أنك أنت ما تدور على مقابل أنك أنت تدور لابتسامة في ويوه الناس أنك أنت تدور سعادة للآخرين في مجال التطوع لله الحمد من فترة طويلة اشتركت في الفورملا وان وبعدين الحمد لله اشتركت في رمضان أمان وبعدها اشتركت في كده والله مكان والحمد لله بنيت لي عدد ساعات معينة قد أفتخر فيها في يوم من الأيام أنه فعلا أنا لله الحمد قدمت شيء وما زلت مقصر فلابد أني أواصل في هذا المجال أكيد وبالنسبة لك فيصل كيف احتماماتك في هذا الموضوع حقيقة أنا ما جربت ما دخلت المجال لكن حصلت نصايح وأخوي مايد بعد نصحني في هالمجال أن أدخل المكان يعني أقوم بدور تطوعي هذا أقل شيء نقدم للدولة طبعا بدون مقابل نحن نطوع في الشيء نرسم اللي بتصامف فيوه الناس نشوفهم يعني كم تسوى يوم نشوف الناس فرحين مستانسيين يعني هذه كم تسوى فهالشي بالعكس هالشي في الخير الواحد ما يتردد أنه يشارك نعم الواحد ما يتردد بس سبحان الله الواحد يوم ينشغل الواحد يوم يلتهي في شيء في ينسى هالشياء بس إذا يعني حصل الوقت ودخل هالمجال ممكن يعني اليوم يشارك في مجال واحد باشر تشوفينه هو بروحه يروح يدور وين المجال التطوعي فيحاول يشترك في هالشياء طبعا مثلا ما ذكرت فيصل أن الواحد يعني لو كان عنده وقت فراغ لازم أنه يدخل في هذه المجالات التطوعية ويساهم ويشارك فيها ونحن بما أنه في عام 2017 عام الخير أكيد الدولة راح تقدم تسهيلات كثيرة تساعد الناس أنهم يدخلون في مجالات تطوعية وتسهل عليهم طبعا نحن وصلنا معكم لاختام حلقتنا لهذا اليوم أتمنى أنكم استمتعتوا معنا مثل ما نحن استمتعنا بحضوركم يعطيكم العافية على تلبية هذه الدعوة ما قصرت ويزاكم الله خير على الاستقبال الطيب مشكورين يعطيكم ألف عافية طبعا مشاهدينا للصداقة الحقيقية آثار صحية على شخصيتنا طالما اخترنا الشخص المناسب الذي يقاسمنا هموم العمر ونرسم ابتساماتنا معه لنصمع ذكريات كثيرة تصبح دعامة وركيزة أساسية للحفاظ على الصديق المميز أتمنى لكم أمسية سعيدة وتصبحون على ألف خير ومع السلامة اشتركوا في القناة